موسيقى موسيقى برسال الله وبركاته معكم من مدارس دوري المعارف النهاردة يا ولاد هناخد درس جديد من دروس الصفة الثالثة الابتدائي درس النهاردة من مادة اكتشف تعلموا مع بعض نشوف درس النهاردة بيتكلم عن ايه درس النهاردة يا ولاد بعنوان دورة الماء في الطبيعة من خلال الصورة اللي احنا شايفينها دي دي صفحة موجودة عندي في الكتاب مكتوب فيها خمس عناصر طيب تعلموا مع بعض نشوف العناصر دي الاول عملية التبخر العنصر الثاني عملية التكاسف المياه الجوفية هطول الأمطار جريان الماء في الصورة ان احنا شايفينها دي شايفين صورة لدورة الماء في الطبيعة من خلال الدرس ده هنعرف امتى بيتم حدوث أمطار طيب هنعرف ما بعد النهاردة ان انا عندي عمليتين مهمين هي عملية التبخر وعملية التكاسف عمليتين مهمين في دورة الماء في الطبيعة اول حاجة هناخد مع بعضين عملية التبخر امتى بيتم عملية التبخر بتحصل عملية التبخر لما الشمس بتسكن مساحات كبيرة من المياه زي مياه البحار والمحيطات اللي بيحصل ان المياه لما بتسخن بتتحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية وبتطلع على هيئة بخار ماء وبيطلع على هيئة ايه بخار ماء بعد ما بتطلع على هيئة بخار ماء بتطلع وبتمشي في الغلاف الجوي بيحصل عملية التكاسف امتى بيحصل عملية التكاسف بتحصل عملية التكاسف لما بخار المياه يرتفع في الغلاف الجوي وبيكون سحابة او قطرات من المياه الصغيرة المتماسكة معا بعد ما السحابة تتكون بيحصل ايه يا ولاد؟ بيحصل امطار السحابة بتقعد تملى في قطرات من المياه حد ما تكبر فاللي بيحصل امطار تعالوا مع بعض نكمل الدورة هنا اول حاجة قلنا ان الشمس متسخن مساحات كبيرة من المستطحات المائية فبيحصل عملية التوخر بعد ما بيحصل عملية التوخر بيحصل عملية التكاسف بترتفع بخار الماء في الغلاف الجوي ويكون سحب وكمان بتنزل على هيئة امطار تعالوا ناخد مع بعض كده تاني التكس والمناخ عاوزين نعرف يعني ايه تكس طيب لو قاعد النهاردة ممكن الاقي في التلفزيون الموزيع يقول لي تكس اليوم التالي درجة الحرارة تلتفع معنى كده ان التكس هنا بيوصف لي درجة الحرارة وممكن كمان التكس يقول لي يوجد رياع وكمان ممكن يقول لي التكس هنا وصف حالة الجو في فترة زمانية قصيرة مثل ساعة او يوم او اسبوع يبقى التكس هو ايه وصف حالة الجو في فترة زمانية قصيرة مثل ساعة او يوم او اسبوع طيب عندنا حاجة تاني اسمها المناخ ايه هنا الفرق ما بين التكس والمناخ احنا عارفنا ان التكس اللي انا بوصف حالة الجو في فترة زمانية قصيرة زي ساعة او يوم او اسبوع يعني ممكن النهاردة الجو يبقى درجة الحرارة عالية جدا تاني يوم درجة الحرارة بتنخفض يبقى ده اسمه تاكس ولا مناخ ده بيكون تاكس طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه الفرق ما بين التاكس والمناخ المناخ هنا وصف حالة الجو في فترة زمانية طويلة مثل اشهر او اعوام طيب لو اخدنا بالنا ياولاد قبل كده احنا اخدنا في البيئات في البيئات القطبية والبيئات الاستوائية ان المناخ بداع البيئات بيكون على مدار العام مثلا بارد زي في البيئات القطبية او خار زي في البيئات الاستوائية واحنا عندنا هنا في بيئاتنا الطبيعية عندنا فصل الصيف عندنا اربع فصول في السنة وعندنا فصل الشتاء كمان عندنا فصل الربيع وكمان فصل الخريف عندنا كم فصل في فصول السنة عندنا اربع فصول تعالوا مع بعض كده ناخد جولة في المناطق المناخية المختلفة فاكرين لما احنا اخدنا المناطق القطبية وعرفنا ان المناطق القطبية بيعيش فيها ايه الدبابة القطبية وكمان البطاريك طيب الجو وساعتها قلنا عامل ازاي قلنا المناخ بارد جدا طوال العام فهلاقي ان الجليد بيغطي الارض وكمان الهطول بتاع المنطقة المناخية دي بيبقى عبارة عن جليد هناخد تاني مع بعض منطقة الاستوائية اللي احنا اخدناها قبل كده وعرفنا ان المناخ بيبقى حار جدا زور رتوبة عالية والهطول فيه بيبقى نسبة الامطار بتكون كسيفة جدا جدا بسبب ارتفاع درجة الحرارة على المسطحات المائية اللي موجودة هناك فبيتسبب التبخر الشديد للمياه فبتطلع في السماء وتدخل في الغلاف الجوي وبتكون صحب وبتنزل امطار على مدار انعام كثيرة جدا عندي منطقة جبالية معتدلة الجو فيها بيبقى معتدل على عكس البيئة القطبية والبيئة الاستوائية الجو هناك بيبقى عامل ازاي الهواء بيبقى دافي بعض الشيء في الوقت ده الزهور بتستطيع ان هي بتلاقيها زهور جميلة زي اللي احنا بنشوفها حوالينا والطاقس هناك بيكون فيه زي فصول السنة بيكون فيه صير وكمان بيكون فيه شتا ونسبة كمان هطول الامطار متوسطة طول العام وبكده درس النهاردة يكون خلص وأتمنى تكون استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته